والنقل سيد محمد علي سيدي محمد رفقة والي الحوض الغربي سيد مبادو أحمد كلي يؤدي زيارة التفقد للأشغال الجارية في طريق الأمل المقطع ما بين مدينة الطينطان والعيون كما تفقد الوفد مقر خلط الإسفلت والطلاع عن كذب على المواد التي يتم بها ذلك واستمع لشروح مفصلة حول العملية من طرف القائمين على الأشغال كما تمت معاينة تعبيد الطريق الجاري الذي بلغت نسبة الأعمال فيه ما يقارب 13% وداخل مدينة العيون توقف الوزير عند شبكة الطرق داخل المدينة بدءا من العرقوب المعروف بالطريق الدائر كما تمت معاينة الطريق الذي يبلغ طوله 7 كيلومتر ويربط بين مطار العيون ووسط المدينة وفي مطار العيون تفقد الوزير ورفقة المطار وتجول داخل قاعاته وذلك بحضور المدير المساعد لوكالة الطيران المدني الذي قدم تفاصيل حول وضعية هذه المنشأة التي تدخل ضمن اهتمامات القطاع لإحياء النقل الجوي الداخلي وبعيد هذه الزيارات اجتمع معالي الوزير بالسلطات الإدارية والأمنية والمنتخبين ومسؤولين عن المحطات المزورة للإطلاع على أعمالهم حيث قدم كل منهم ملخصا عن الأشغال التي يشرف عليها وبعد الاجتماع توجه الوفد إلى أم الأحبال للوقوف على الطريق الذي بدأ تشهيده من جديد وقدمت الجهات التي ستنجزه ورقة مفاصلة حول الكيفية التي سيتم بها إنجازه وتكلفته أحمد محمد الحافظ الموريتانية مدينة العيون